منذ وصولهم إلى بيروت في السادس من شهر آبل جاري تعاملت طواقم المستشفى الميداني الأردني في بيروت حتى هذه اللحظة مع نحو ألفي حالة مرضية وإصابة تراوحت جميعها بين خفيفة ومتوسطة وتواصل طواقم المستشفى تقديم الخدمات الإعلاجية اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء اللبنانيين جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت خلال الشهر الحالي يشار إلى أن الأردن في مقدمة دول العالم بإرسال مستشفيات ميدانية للدول الشقيقة والصديقة